قالوا عن الجمال أن تحسن ملبسك فلا تخرج للناس مبعثا للهيئة طيب الرائحة كأن في جيبك ظهرة لين الكلام كأن لسانك طمرة سليما من الأحقاد كأن في قلبك جنة واثقا من نفسك كأن في نفسك دولة مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم في جولة جديدة ولقاء جديد في أستاذ في الطب وفي الحقيقة كانت هناك فكرة لتغيير اسم البرنامج يكون بعنوان البشحكين ولكن ما زلنا معكم في أستاذ في الطب ومعنا في اللقاء الطيب الأستاذ الدكتور أحمد يحيا عبد الدايم استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية ومدرس الجراحة العامة أو المناظير الجراحية بكل الطب أصر بعيني برحب بيك يا دكتور أحمد أهلا أستاذ أحمد وأهلا باستاذ المشاهدين أشرب بيك دايبنا دكتور أهلا وسهلا بيك ربنا يبارك فيك يا رب طبعا اللي تابعونا للحلقة الماضية كان البرنامج كان تقريبا بيأتي يوم السبت ولكن تم تغييره إلى المعاد اللي هو متعلق بيوم الثلاث هيكون في نفس هيكون إن شاء الله بإذن الله بعد كده الساعة تسعة صباحا هو النهاردة بس كان فيه برنامج قبلنا عشان كده اتأخرنا لكن إن شاء الله معدنا الساعة تسعة صباحا من كل ثلاثاء طبعا الأستاذ الدكتور أحمد يحيا بيتكلم أو تكلمنا المرة الفاتحة عن المناظير الجراحية وتعرفنا عليها النهاردة إن شاء الله موضوع الحلقة يكون بموضوع إصلاح الفتء بالمنزار ولكن قبل أن نذهب إلى موضوع إصلاح الفتء بالمنزار عايزين نعرف يعني إيه فتء يعني إيه الناس يقولك ده عنده فتاء أو فتء هل الفتء ده ليه أنواع ولا هو حاجة واحدة هل الفتء ده ليه أعراض يعني الفتء ده لما يكون عند حد رجل أو ست هل تشعر بأعراض معينة فتذهب إلى الطبيب هل ليه تشخيص معين هناك الكثير من أسئلة حول هذا الموضوع نسعد جدا بتواصلكم معنا مشاهدين الكرام من جانب وجانب آخر للتواصل مع عيادات الدكتور أحمد يحيى هناك رقم باستمرار يضعه لأستاذ محمد عزة مخرجني على الشاشة ممكن جدا أخذ هذا الرقم والتواصل دكتور أحمد في بداية الحلقة أقول يعني إيه فتء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه الله في الأول الفتء ده من الحاجات المهمة جدا جدا اللي يكاد يكون كل بيت فيه شخص أو أكتر يعاني من هذا المرض فهو حاجة تكاد تكون من كتر ما هي شائعة إنها بقت حاجة مألوفة الفتء قد يكون له أنواع كتير قد يكون له أسباب كتير قد يكون له أعراض كتير بس الحقيقة زي ما حضرهاك تفضلت قبل ما أبقى أتكلم عن الفتء حابب أن أنا أتكلم عن يعني إيه فتء؟ يعني إيه أصلا المكان اللي هو فيه اللي هو جدار البطن اللي بيحصل منه هذا الفتء أو بيحصل الفتاق أن يطلع جزء من البطن براها صعب طبعاً الكلام باللغة العربية في التغصص الطبي آه طبعاً أحياناً بالدكتور يبحث عن الجملة أو الكلمة المرادفة بالظبط لا مع الأسف أنه إحنا كل الكلام بيكون إنجليزي أو لاتيني بالظبط لكن خلينا نقول الفتء الناس عارفة أنه فتء أو فتاء بالظبط نتكلم باللغة العامية باللغة العامية بالظبط فالفتء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضعف بيحصل في جدار البطن نعم البطن دي اللي هي نعمة من نعم ربنا علينا اللي عبارة عن صندوق مقفول تقريباً من كل الجهات نعم وعلشان فيه أعضاء حيوية مهمة قد إنها تمتلئ وقد إنها ما تبقاش ممتلئة وتكون منكمشة فربنا خلى إن الجدران بتاعتها أغلبها مرنة نعم تكون إنها مرنة ما ينفعش إنها تبقى عظم ونسبة العظم فيها تكون قليلة زي العمود الفقري من وراء العظم الحوض من تحت الفقرات من الضلوع من فوق القبصة دي بالظبط ومع ذلك كله عبارة عن رخوة رخوة أو أنسجة زي العضلات نعم أنسجة عضلية نعم العضلات دي ممكن إنها تنقبض وتنبسط تنبسط نعم وبالتالي تريح الإنسان يبقى الإنسان قاعد مرتاح تمام أي كان وضعه هو إن شاء الله يكون مرتاح ولو مش مرتاح يبقى فيه مشكلة ندور سبابها إيه عشان نحلها نعم أحيانا بيبقى إنها تبقى العضلات يتشد عليها وإنها تبقى ضعيفة ده من أهم أسباب إن يحصل ضعف في الجدار وفي الآخر يحصل نتوء والنتوء ده يعمل فتح نعم وده اللي بيحصل عند سيدات كتيرا نسبة للحمل وبيحصل عند بعض الرجال وبعض النساء بدون حمل علشان التراهلات اللي يعني بيعاني منها الكثير نعم وبيحصل كمان عند بعض الأشغال اللي بيتطلب منه مجهود عضلي وضغط على البطن لو كان بيشيل أحمال ثقيلة أو ما شابه نعم في النهاية إن العضلات دي ربنا من حكمته إن هو مسكها بأنسجة في النص أنسجة لي فيها بتخليها في تناسق وتناغم وتخلي حركتها متسقة نعم أحيانا في بعض الأماكن ما ينفعش يبقى فيها عضلات ودي برضه من حكمة ربنا يعني منطقة زي منطقة السرة والسرة دي يعني تصحيحا لمفاهيم بعض الناس إن السرة ما هياش حاجة حيوية للإنسان البالغ لكنها حاجة حيوية للطفل للطفل الرضيع أو حتى مش الرضيع مقبل الولادة نعم للجنين فيها الحبل السري فيما بعد ذلك بيستمد حياتي كلها من بالضبط هي دي حياتي حياتي كلها الحبل السري أما بعد الولادة وفي حياة الحياة البالغة ليس لها إلا قيمة واحدة بس نعم الشكل والمظهر بس بس فبعض الناس كثير جدا جدا بالذات عندنا هنا في مصر إنهم متخيلين إنها حيوية لحد النهاية وده كلام غلط حتى إنهم بيخافوا إنهم يقربوا ناحيتها لأن دي الحياة نعم لكنها لأ هي كانت الحياة دلوقتي لأ هو خلاص بقى معتمد على الحاجات تانية كتير وده لا تمثل له إلا شكل هبارة عن عقدة تربط لكم خلاص بالضبط وحصل مكانها ندبة يعني نسيج ليفي حياتي نسيج ليفي ده بيبقى أقل من إنه يتحمل أي ضغط جواه البطن نعم أو يكون ضغط البطن يزاد قوي أكثر من الطبيعي نعم لأي أسباب وفي النهاية حصل منها ضعف وحصل منها ما يسمى بالفتء السري اللي ناس كتير عارفاه منطقة تانية بيطلع منها حبل تاني ده كان الحبل السري نعم الحبل عند الرجال الحبل المنوي ودي لازم برضو إنها يبقى فيه تجويف أو مش تجويف يبقى فيه نطوء بسيط جدا على قده يعديه نعم علشان يبقى فيه حياة سليمة بعد كده تناسلية نعم وبولية أو تناسلية بمعنى أصحة في هذا الموضوع نعم تناسلية وزيه بالزبط عند النساء لكن فيه حاجة بتبقى تدعيم لجدار البطن أو تدعيم لمنطقة الحق نعم دي برضو لو حصل فيها ضعف أو ضغطت قوي ممكن يحصل منها فتأة وتعمل مشكلة كبيرة عند بعض الناس بيعاني منها كثير من الناس تمام فده ده أسباب أو الجدار البطن آه بالزبط يعني هذا الققده على يعني إيه جدار بطن إزاي بيحصل منه نطوء النطوء ده بيطلع جزء من الأحشاء اللي قد تكون أشياء كثيرة جدا من محتويات البطن كلها حيوية وكلها نزولها مبدئيا ما يعملش مشكلة إلا لو حصلت شيء من المضاعفات نعم تمام طيب يعني ده كده الدكتور أحمد يحيى تعرف أو تطرق بشكل جيد علشان يعرفنا يعني إيه فتأة يعني واحد يقول أنا عندي فتأة أو أو ممكن يكون عندي فتأة يعني إيه فتأة هو قال وأصل هذه المسألة بشكل جيد نرجو أن احنا تكون الرسالة فعلا وصلت بشكل جيد حتى يستفيد المشاهد لكن بنسمع عن حاجة اسمها فتأة إرابي وفتأة سري هل هناك أنواع لهذا الفتأ هو ده السؤال اللي بسأله الدكتور أحمد تفضل طيب لما نتكلم عن أنواع الفتأ أو تأسيمات الفتأ فهي كتيرة وعديدة يعني إحنا ممكن نقسم الفتأ على أن هو فتأ أمامي وفتأ إرابي الأمامي بما فيه السري وغير السري ممكن نقسمها أن ده فتأ طبيعي أو فتأ تشريحي أو أن هو فتأ جراحي بسبب جرح أبعى في المنطقة دي من جدار البطن نعم ممكن نقسمها على أن ده فتأ أولي أو فتأ مرتجع اتصلح قبل كده ويرجع تاني لسبب أو لآخر نعم فالتأسيمات كتيرة وعديدة نعم ولكن خلينا نتكلم عن التأسيمة البسيطة اللي كلنا نفهمها أن هو الفتأ إيما أن هو في جدار البطن الأمامي وده غالبا ما بيكون فتأ سري وده اللي عند كثير من الناس خصوصا السيدات للحمل والولادة وما إلى ذلك والفتأ الإرابي وده اللي بيبقى موجود عند كثير برضه من الناس خصوصا الرجال من الرجال لكن هل ممكن يكون هناك فتأ إرابي عند النساء؟ ممكن طبعا ما بيش أي مانع وبتحصل وبتحصل كتير ولكن احنا بنشوفها أكتر عند الرجال هلأ أنها بتظهر في كيس الصفن بالنسبة للرجل؟ ولا ليست لها علاقة؟ لا أن هي تظهر في كيس الصفن ده مرحلة من المراحل مرحلة من مراحل لكن هي ممكن تكون مثلا في منطقة العانة؟ ممكن طبعا وفي الحالة دي لو كان عنده شوية تراهلات ممكن ما يخدش باله منها تمام يعني مثلا لو حد عنده سمنة رجل أو امرأة ممكن يكون عنده فتاء وما يعرفش نتيجة السمنة اللي عنده الكتيرة؟ كثيرا يحدث طبعا طيب أنا برضو في نفس النقطة دي برضو هركز مع حضرتك هو دلوقتي حضرتك بتقول الفتاء الإرابي ممكن يكون عند الرجل وعند المرأة وعند الرجال أكثر ويكون في منطقة العانة في مرحلة من مراحل ولو وصل كيس الصفن يبقى راح مرحلة أكثر المنطقة الفتاء السري والفتاء الإرابي في أي منطقة بالضبط في منطقة البطن من أول السر لغاية العانة قبل العضو بالنسبة للرجل أو المرأة نقول فين التأسيمة في الإرابي والسري طيب هل هناك حد فاصل ولا؟ هو حضرتك يعني أكثر من كده أن هي دي منطقة ودي منطقة أخرى خالص تماما يعني السرة يعني دي تقريبا بتكون في نص البطن في نص البطن أما منطقة الإراب فهي اللي بتتسمى بلهجتنا العامية عند بعض الناس الأفاضل صوة الرجل أو ما بين الرجل والبطن تماما وهي دي اللي بتسمى منطقة العانة زي ما حضرتك تفضلت وبعد كده عند الرجال بتدخل لكيس الصفر بتدخل الصفر عند المرأة لو وصلت لمراحل متقدمة تصل عند حد معين أنا آسف يعني آه طبعا تصل عند حد معين وتمثل لها مشكلة مشكلة ودي عندهم نوع عند النساء بيكون فيه نوع آخر من الفتء الإرابي النوع ده كثيرا ما يتعرض لمضعفات هل يصل إلى المهبل عند المرأة ولا لا يصل لدي المنطقة هي دي من الأنواع الندرة جدا ندرة لكنها ممكن تحدث ممكن تضع مرحلة متقدمة تعتبر مرحلة متقدمة وصعبة التشخيص متقدمة طيب لو قلنا أو حدراتك برضو قلت في كلامك بإنه بعد الناس اللي عندها سمنة أو سمنة مفرطة ممكن لا تشعر بوجود فتاء إرابي أو سري أكيد ده كلام مظبوط هل هناك بقى أعراض عشان يعرف إن ده عنده فتاء أو ما عندوش ولا المسألة بتجي إزاي؟ حقيقة عادة المريض هو اللي بيوجهنا لأن أنا من كلامه بفحصه وبعد ما بفحصه بتأكد بشوية فحصات أخرى إذا كانت أشعات أو تحليل أشياء أخرى لكن أنا من كلامه إيه بقى الكلام علشان نبقى وغدين بلنا إيه الكلام اللي يدل الطبيب على إن فيه هنا حاجة؟ المريض عادة في مريض الفتاء ما بيشعر إن هو عنده عدم ارتياح في هذه المنطقة أو أحياناً يكون ألم أو أحياناً إن هو بيشوف بانتفاخ أو امتلاء أو تكيّس في المنطقة دي سواء كانت منطقة السرة يحس بحاجة مش طبيعية موجودة فيها كأن فيه تورم فيها أو في منطقة العانة يبدأ يحس إن فيه انتفاخ فيها أو يبدأ يحس أحياناً بما لا يدع مجالاً للشك إن هنا فيه اللي بيقولوا عليه فتاء وده اللي بيخليه ييجي يكشف واللي بييجي يكشف ده يعني ده حد كويس بيخاف على نفسه وإلا ففيه بعض الناس وياريت ما نبقاش كده بيسيب نفسه واللي بيسيب نفسه بيخش في مرحلة أخرى من الفد إما أنه هو يكبر ويوصل لمرحلة ضخمة أحياناً تمثل بالنسبة له هو مشكلة صحية وبالنسبة لنا احنا مشكلة في إصلاحها ويبقى إصلاحه بدل ما هو إصلاح بسيط أصلح إصلاح معقد وأحياناً تبقى العملية لو في المراحل بقى العظيمة جداً الكبيرة بتتطلب أكثر من عملية وده اللي الحمد لله الحمد لله ما بنشوفهش كتير تمام ولكن المضاعفات الأخرى ودي اللي أحياناً المريض بييجي بيها أول كشف ليه جاي بمضاعفات تمام ممكن يحصل انحشار في هذا الفترة ممكن يحصل فيه التهاب إنه يدخل وما يرجعش دخل في الكيس بتاعه هو محتويات المحتويات دي بتدخل حضرات جوة الكيس نعم وبترجع تاني نعم تدخل وترجع ممكن مرة تخش ما ترجعش تقفل عليها لو تقفل عليها بهذه الصورة ممكن يحصل مجرد التهاب فيها وهيجي لنا علشان نديله شوية مضادات حيوية وحاجات تخفف الورم لحد ما الفتأ يرجع وندخله العملية بعدها لكن أحياناً بتبقى الأمر أصعب من كده بشوية ودخلت مش بس تتحشرت دي كمانة تقفلت تقفل عليها وبقى عنده انسداد معوي والانسداد المعوي دي محتاج إن احنا نتعامل معاه كحالة طرقة عاجلة ما ينفعش يتساد ما ينفعش يروح ما ينفعش ياخد علاج ما ينفعش يروح ويك بيدخل على طول بقوله انت في خلال قد كده هتخش العمليات إن شاء الله وربنا يستور ما نلاقيش حاجة تانية يعني ايه حاجة تانية أحياناً مع قفلة الأمعاء تتقفل معها الأوعية الدموية ولو تقفلت الأوعية الدموية الحالة دي بمضطر الحاجة أسوأ بكتير إن احنا نعمل استقصال لجزء من الأمعاء اللي هو خلاص تم انحشاره وميت علشان نوصل اللي قبله باللي بعده إن أمكن كده طيب ده كلام جميل وهو يقلق شوية ولكن هدي هي التوعية الطبية المقصودة من هدي البرامج التوعوية من خلال قناتنا اللي هي متخصصة في هذا المجال اللي هو إن بعض الناس تتنبع لهدي المسألة بعض الناس تعمل تشيكب لو حسب بقلق لو حسب حاجة عشان ما يدخلش في مراحل معقدة من الصعب الوصول إليها ولكن هناك بعض الاستفسارات بتدور بزهني أحيانا أنا بقاعد معظيفي كمشاهد يعني أنا بشوف إيه اللي بيدور في زهد المشاهد هرجع بقى للدكتور أحمد في الحاجات اللي هي جات في بالي حضرتك بتقول بإنه المسألة لو أهملت تخش في مراحل معقدة والكلام ده كله الحقيقة بس بدون أعطى كلام حضرتك يا ريت علشان تبقى الصورة أسهل للمشاهد لو نعرض الصورة رقم واحد هتبين للناس الكلام بدل ما هو كلام نظري يصعب فهمه من الصورة والصورة خير من ألف كلمة طيب أستاذ محمد عزت مخرجنا الجميل على المتارد أول صورة برضو أنا طب معنا أول صورة هي دكتور أول صورة دي عبارة عن جدار البطن وجدار البطن على الجانب الأيمن مكتمل وطبيعي وجميل جدا ومضغطي من قدام بالجلد وموجود جوه على الجانب الأيمن خالص دي الأمعاء جوه البطن تمام صورتها الطبيعية تمام وفي النص هنا العضلات فيه ما بين العضلات اللي هي الصورة دي تمثل السرة يعني الجزء اللي ما بين العضلات ده السرة تمام ولما يحصل زيادة بضغط البطن يحصل ضعف ما بين العضلات التلايف بتاع السرة يبقى أضعف يحصل هو ده النطوق النطوق ويحصل الفتق اللي بعض الناس بتعاني منه تمام لو ندخل على الصورة رقم اتنين صورة رقم اتنين أستاذ محمد عزت برضو لو معنا متابعين مع حضرتك دي الأماكن اللي كنا بنتكلم فيها أنها ممكن في التأسيمة بتاعتها والأنواع بتاعتها أنها ممكن تبقى فتق أمامي وممكن يبقى فتق اللي تحت خالص ده الفتق الإرابي على اليمين والشمال وده الجانب على الجانب الأيمن ده نوع مخصوص بيحدث أكثر في النساء وإن كان يحدث برضو عند الرجال وده غالبا غالبا ما يكون فيه انحشار الصورة رقم ثلاثة برضو ده تمثل بعض الأعراض ده بالضبط الفتق وإن اللي بيحصل فيه وده بعد إصلاحه إحنا بنعمل إيه وده بقى أنا مش عايز أحرق الصورة اللي جاية أو الكلام اللي جاية إزاي إن احنا نتعامل معاه ياريت لو نخش على الصورة رقم أربعة لو نخش على الصورة رقم أربعة أستاذ عزت على أساس دي صورة طبيعية أعتقد آه بالضبط وده اللي الإنسان بيشوفه فتق سوري ده بالضبط أو ده فتق إيرابي من يعني بس عالي شوية فده هي دي اللي أنا كنت بسأل فيها إنه هي منطقة تداخل إنترفيرنس ما بين السوري والإيرابي ده اللي أنا كنت تسأل لي انت بتقول هنا حتى إنه هو ممكن تقول عليه سوري ممكن تقول عليه إيرابي ممكن طبعا يختلط عند بعض الناس بس هو المفروض بالنسبة لنا إحنا ما بيختلطش إيرابي أولا سوري بقى ده لا ده إيرابي إيرابي ده فوق العنى شوي أيوة نعم طيب إحنا لو نتكلم بقى بعد كده نتكلم بقى شكرا أستاذ عزت طيب يعني إحنا كانت سؤالي بقى اللي هو هل يعني السؤال يقول هل كل فتاء يصحبوا ألام لا كويس لو مش كل فتاء يصحبوا ألام أو مش كل فتاء يصحبوا ألام بعض الناس اللي عندها سمنة من الدجال أو النساء أو حتى الأطفال ممكن جدا يبقى عنده فتاء وما يشعرش بألام فلا يتواجه للطبيب وحضرتك قلت في كلامك بإنه المسألة لو أهملت وزادت بتخش في مناطق ويحصل انحشار ويحصل كذا وكذا وكذا يدخلنا في مراحل كبيرة بما تنصح في هذه المقولة اللي أنا قلتها أو ما رأي التب في اللي أنا قلت طبعا دائما أبدا الكلمة الخالدة الوقاية خير من العلاج نعم واللي بيحصل في المجتمعات الغربية أو بيحصل في أمريكا أو بيحصل في البلاد خارج عالمنا العربي مع الأسف بيبقى أنهم عندهم مش بس توعية عندهم برامج للفحص الشامل المستمر يعني على فترات فترات معروفة نعم يعني هو كل ستة شهور بيعمل تشاكب كل سنة الفحص البسيط ممكن يكتشفها تمام حتى لو هو مش واخد باله منها أو هي مش واخد بالها منها تمام لكن غير كده لو احنا قلنا حتى مش هيكون في فحص دوري نعم كل فترة ممكن الإنسان إنه يحس بنفسه لو حس بانتفاخ حس بانتلاء في هذه المنطقة مع السمنة المفرطة مع التراهولات الشديدة ممكن ما ياخدش باله من هذا النتوق البسيط ده ممكن يكون السمنة أصلا أكثر بكثير من ظهور هذا الفتاق وممكن يكون خطر في المستقبل بعدين السؤال بقى هو اللي بيخرج بركة في الفتاق أو بيخرج في هذا النتوق هي الأمعاء الغليزة اللي هي القولون ولا الأمعاء الدقيقة أيهما اللي بيخرج أي حاجة ممكن ت Shadow أي واحد منهم أي حاجة يعني يا الدقيقة يا الغليزة بل حاجات أخرى كمان ممكن ت Tokyo ممكن حاجات تانية ربا مثل ما يوجدث في تقوم في البطن غير الأمعاء الغليزة والدقيقة أو القولوم بثفي سفة عامة يعني ممكن كل أعضاء البطن ممكن تنزل في الفاتح إلا عضو باستفناء عضو واحد اللي هو عضو البانكرياس وهذا الحاجة الاستفناء الوحيد ده الوحيد اللي ما يروح هو موجود في الظهر قدام السلسلة على طول بخلاف ذلك ممكن ممكن ينزل مفانة ينزل حالب الكلية نفسها ممكن تنزل خصوصا لو كان فاتئ جراحي ما كان جرح قديم نعم ممكن جزء من الكبد لو برضو في بعض الجروح بعد جرح حصل فاتح أصلا هو جزء من الفاتح ده بيكون بعد الجروح مش بس في النتوءات الطبيعية اللي موجودة في جسمنا أو في جدار البطن بتاعنا أي فممكن أشياء كثيرة جدا تنزل في ممكن منديل البطن وده الغالب إما منديل البطن أو الأمعاء أمعاء دقيقة بتكون أكثر قليلة من الأمعاء الغريبة بس ده مش معناه أنها ما تنزلش لا تنزل طيب الناس بيع بيسألوني دلوقات يقولوا إيه هو منديل البطن منديل البطن ده بيبقى نسيق جميل أوي موجود في بطننا وده بيبقى فيه خلايا دهنية وبيبقى فيه خلايا منعية نعم بيسموه أحيانا رجل الشرطة في البطن جميل جدا أنه بيروح أي مشكلة تحصل في البطن يروح يحوطها يعني واحد جاله التهاب في الزايدة يروح يحوط الزايدة علشان ما تنتشرش التهاب في بقية البطن واحد جاله التهاب في المرارة التهاب في مكان ما جاله لقدر الله ثقب في الأمعاء يروح يحوطها علشان يحفظ على الدنيا تبقى مستقرة في مكانها تبقى ما تنتشرش لبقية البطن إلا لو وصلت لمرحلة كبيرة يبقى يتعدى ويروح لبطن كلها شفت بقى طالع من منديل البطن موضوع كبير ومعلومة جميلة وجديدة عشان كده الواحد لازم يكون صحصح مع الدكاترة أمثال الدكتور أحمد يحي حكمة ربنا لا تنتهي نعم نعم جميل والله طيب ما زلنا معكم مشاهدي الكرام في برنامجنا أستاذ في الطب ومعنا الدكتور أحمد يحي عبدالدائي مستشاري الجراحة العامة والمناظر الجراحية والمدرس دي كله طب جامعة القاهرة الأصل العين والموضوع اللي احنا بنتكلم عنه أو عنوان الحلقة هو إصلاح الفتق بالمنظار يعني تقال كده بعربي أو تصليح الفتاء بالعربي كده بالمناظر بالعامية ويس فطبعا قبل الوصول لهذه الجملة أو لهذا المصطلح عنوان الحلقة كان لابد أن الدكتور أحمد الأول يعرفني يعني إيه فتق وإيه أسبابه وإيه أنواعه والكلام ده كله وفي نفس الوقت بقى ننتقل بالسؤال وزي ما أنا قلت اللي عايز يتواصل هناك رقم خاص بالدكتور أحمد يحي أو بعياداته بحس اللي عايز يتواصل مع العيادات في أي مشكلة متعلقة بالجراحة العامة في أي حاجة كلمة جراحة عامة يعني كل ما يتعلق بالجراحة العامة في جسم الإنسان ممكن جدا من خلال هذا الرقم وطبعا إحنا قلنا أن الدكتور أحمد متخصص في جراحة المناظر وهي طبعا من أهم السبل الحديثة العلاجية في عالم الجراحة طيب دكتور إحنا كنا نتكلم عن الأنواع والأعراض تقريبا؟ تمام طب هل هناك مضاعفات مثلا أو هل هناك لو إنسان أهمل أو إنسان ما خادش باله أو لغاية فين يروح؟ طبعا لا ده بيدخل في طريق صعب يعني المضاعفات طب قبل ما عليش يا دكتور أحمد علشان خاطر فيه ناس بعض الناس يتبضل لزهنها معلومة قديمة عندنا هل دي سبب فتاء اللي هي لما بيكون في كيس الصفن عند دجل حاجة متضخمة كده قوي هل ده فتاء منحشر؟ مش بالضرور يكون منحشر لكن ممكن يكون عنده فتاء كبير وصل لحد كيس الصفن وممكن يكون أشياء أخرى تمام ولكن يتبضل للزهن أي طبيب أول ما يشوف كيس الصفن منتفخ إن ده فتاء حتى يثبت العكس تمام يثبت العكس بقى إن احنا نشوف إن فيه تكيسات موجودة في الكيس نفسه أو يكون فيه لقدر الله أورام فده محتاج إن احنا نفحص تمام وناخد تاريخ مرضي ونفحص لكن أول ما يتبضل للذهن إن ده يكون فتاء تمام اللفظ العاملي اللي الناس عارفا من زمان اللي هو كلمة قليطة هل دي تعزى إلى فتاء أم إلى أكياس دهنية أم إلى إيه؟ وهل دي ظاهرة موجودة ولا مش موجودة؟ وهل المصطلح ده صح ولا مش صح؟ الحقيقة المصطلح ده غير دارج في وقعنا لقا ربما يكون في بعض الأرياف أو في بعض المناطق نعم لكن المصطلح ده صراحة غير دارج إطلاقا طيب الوصف الطبي لهذا الشكل لهذا الشكل المورفولوجي أو التشريحي ده بيعبارة عن إيه؟ ده فتاء إيرابي لكنه من الدرجة الثالثة آه يعني هو أساسا فتاء آه يعني هو نفس الوصف ده عبارة عن فتاء برضه بزبط مش حاجة تانية فتاء آه فتاء وده بيتم علاجه لما يتضخم بمنظر ده لابد يبي تم علاجه آه لأن النسبة تعرضه للمضاعفات أكتر بكتير تمام هل لما يصل إلى هذا الحجم عند بعض الرجال ده نوع من أنواع الأهمال أهمله من الأول ولا ده حصل صدن فجأة بقى كده؟ عند الأطفال ممكن يكون حصل فجأة آه لكن عند البالغين صعب يحصل صعب يحصل فجأة إذن هو أهمله آه بزبط لغا الفتاء في منطقة قصة الصف عشان كده فأهمله عشان كده التوعية مهمة التوعية مهمة طيب خلاص هنتكلم بقى دلوقتي عن المضاعفات أو المشاكل آه هو المضاعفات إحنا أنا مش حابب الحقيقة أن أنا أتكلم عنها أكتر من كده آه لأن أكتر من كده هقول خلاص يعني وفاة يعني آه آه أو حتى بعد ما يظهر قليلا بحيث أن احنا نمنع الدخول في مضاعفات لا سمح الله آه الأول حابب أن أنا أتكلم عن الإصلاح بتاعه كمفهوم عام بعيدا عن المناظير تمام ودي لو نقدر نوضحها للسادة المشاهدين من خلال الصورة تقريبا أربعة أو خمسة يريد أستاذ محمد عزة مخرجنا الجميل للصورة أربعة وخمسة لو تردت جاهز هنا يبقى كدتر خيرك والله أيوة بالضبط هي نفس الصورة دي نعم ده قطاع عرضي متاخد فيه جدار البطن تمام آه قد تكون يعني تبسط المسألة شوية لبعض الناس إن دي الأحمر ده هو العضلات ودي درجات أو الطبقات بتاعت البطن طبقات كتيرة موجودة في البطن تمام في بعض المناطق من البطن بتكون تسع طبقات وربعة الدنيا مش سهلة اللي مش ببساطة الواحد يجي له فتح ولكن ما بينهم بيبقى فيه انترسكشنز أو بيبقى فيه التقاءات ما بين عضلة وتانية ما بين نسيج وآخر ما بين عضلة وتدار تداخل معين بالضبط وفيه تداخل ما بين التباطين آه واخدين من بعض يعني بالضبط إحنا علشان نعمل إصلاح لابد إن إحنا نحافظ على هذا هذه الطبيعة التشريحية وإن إحنا نحطها في اعتبارنا ونحط أصبح دلوقتي علاج الفتء يا أستاذ أحمد نعم عادة أو غالبا بنسبة 80-90% باستخدام شبكة الشبكة دي اللي هي موضحة على الصورة نعم والشبكة دي القيمة بتاعتها مش فيها القيمة في تفاعل الجسم معاها اللي هو اللون الأصفر؟ اللي تحت اللون الأصفر على طول اللي هي عاملة زي ما تكون مراية آه اللي هي الأزرق أو الأخضر الأخضر بالضبط الجزء الأخضر دا اللي المشاهد شايفه بالضبط هي دي الشبكة اللي تقريبا بيتم وضعها من قبل الجراحة ودي القيمة بتاعتها إن يحصل تلايف الجسم يتفاعل معاها يعمل تلايف النسيج اللي في دا اللي أقوى من مليون شبكة هو دا اللي بيشد بجدار البطن ويرجعه زي مكان آه الصورة دي بتوضح إزاي الطرق الجراحية لتثبيت الشبكة دي أو لوضعها بتتحط في أني ما بين أني طبق أو تانية نعم قلبي تتحطي تحت الجلد على طول ودي أعلى واحدة اللي هي تحت الجزء الأصفر آه فدي ودي الطريقة التقليدية المنتشرة عند غالبية الناس تمام غالبية الأطباء غالبية الأطباء أطباء مش أول الناس الناس ما نشعلها آه بزبط كده صح عند حضرك حق آه وإن كانت دي ما بقتش أحسن طريقة طبيا وده كلام متعرف عليه ومتفق عليه نعم الطريقة الأحسن إنها تكون محشورة أو إن إحنا نحطها وراء العضلات وراء العضلات يعني تحت الجزء الأحمر من الصورة آه يعني زي السندويتش حضرك آه عند الجزء الأزرق والأحمر تلقي الجزء الأزرق والأحمر بالزبط كده الأزرق ده هو الشبكة الداخلية لما بنحطها آه الشبكة دي حضرتك إحنا لما نحطها تبقى زي السندويتش كده آه تبقى وراء العضلات وراء العضلات حضرك المشكلة عادة بتكون من إن إحنا ضغط البطن بيزيد العضلات بتنقبض آه فيحصل ما بينها ضعف فتقوم مطلعة آه إحنا لما يبقى عندنا الضعف ده محمي من وراء من جوه بالشبكة طبعا يكون أفضل بكثير من إنه يكون بعد هيحفظ على العضلات هيحفظ على العضلات ويقوي من العضلات ويخلي أي حاجة تحصل من جوه محمية قبل ما توصل لمرحلة العضلات اللي ضعفت تمام يبقى العضلات ضعيفة قوية أنا المريض متأمن إن إن شاء الله ما يحصل لهش مشكلة تاني تمام وما يبقاش عنده ما يسمى بالفتق المرتجع تمام اللي هو صلح الفتق وارجع له تاني نعم طبعا لها أسباب كثيرة على مهارة الطبيب أه ولا علمه يعني تمام هل لإنه طبيب ماهر وشاطر ولا هو طبيب أكثر علما مثلا استشاري مدرس أستاذ غير الأخصائي ولا الكل يتساوف هذه المسألة ومهارة الطبيب تفرق طبعا في أسباب كثيرة نعم لأن الفتق يتصلح ويرجع تاني تمام الأسباب الكثيرة دي قد تكون في الجراح طبعا نعم وقد يكون إنه هو في البشانت نفسه في الحالة قد يكون طبعا بس أنا عايز أبدأ الأول إنها قد تكون في الجراح نعم إنه هو لسبب أو لآخر وضع الشبكة بأسلوب مش صح قد يكون وضعها وما كانش ينفع إنه هو يضعها لو مثلا فيه فيه التهابات زي في بعض المضاعفات لما يبقى فيه التهاب في الفتق ويبقى فيه أحيانا أنسجة ميتة يتم استقصالها ويحط شبكة برضو ده مش قرار صح يعني ده في الجراح قد تكون المشكلة في قراره أو تكون فيه تكنيكية يعني التقنية أو استخدامه يدويا لهذه الإصلاح مش صح قد يكون المشكلة في المريض طبعا لا المريض قد يكون عنده ضعف شديد في جدار البطن حتى إنه ما يمسكش أصلا شبكة الحالة دي مش مالوش حل لا له حل بس أنواع أخرى من الشبكات فدي بقى يبقى ترجع برضو لقرار الدكتور أو الجراح قد يكون هو المريض حصل عنده أنيميا بعد العملية أو قبلها عنده أنيميا أو عنده ترهولات زيادة أو بتزيد نعم ودي بتخلي الدنيا أضعف وأضعف والتقام الجروح الداخلية مهم بل أهم من التقام الجروح الخارجية قد تكون المشكلة أنه هو عنده مرض مزمن ربنا يشفي الجميع لكن المرض ده مؤثر عليه ميخلي أن قبول جسمه للشبكة ضعيف وممكن في بعض الأحيان يحصل تفاعلات ويحصل التهابات ونضطر أن احنا نتدخل مرة أخرى سواء أن احنا نعالج أو نشيل هذه الشبكة الحمد لله أنه ما بيحصلش كتير ده يدفعني لسؤال حضرتك في كلامك قلت هناك أنواع من الشبكات وهناك ممكن يكون الجسم يرفض هذه الشبكة وما هي الشبكة؟ أو مما تصنع الشبكة؟ نفس الأنسجة اللي بتصنع منها الخيوط الجراحية نعم بتصنع منها شبكات تمام وكأنها للتبسيط خيوط في نسيج اتعامل منه شبكة زي شبكة بالضبط زي حتة القماشة والخيط تمام الخيط عملوا منه قماشة نعم الخيوط الجراحية عملوا منها شبكة تمام وعلشان في أنواع كثيرة من الخيوط نعم ففي أنواع كثيرة من الشبكات تمام كل يلائم مكانه نعم على حسب أنا بحطها فين؟ هل أنا بحطها خارجية؟ هل بحطها داخلية؟ هل بحطها جوة البطن؟ لأن في بعض الأحيان وفي بعض الأنواع بنضطر أن احنا بنحطها داخل البطن تمام ومن ذلك نشأت فكرة الإصلاح بالمنظار نعم مش عايز أروح للمنظار عشان الحوار في المنظار ممتع مع حضرتك فأنا بأجره شوية علشان أستفيد طيب الشبكة هل هناك الشبكات كلها بمقاس واحد؟ ولا الجراح بيتحكم في المقاس بناء على البشنت؟ أو بناء على نوع الفت أو بناء على إيه؟ بناء على الفت وحجمه بقرر أنا محتاج الشبكة تكون قد إيه؟ لأن الشبكة لابد أنها تتعدى الحجم أو تتعدى التربيع بتاع النتوء أو بتاع الفترة نعم ولازم تتعدى كل حد على الأقل تلاتة لخمسة سنتي إن ما كانش أكثر وإلا يبقى الإصلاح ده ممكن ما ينفعش طيب السؤال هنا لازم تتعدى تلاتة سنتي من هنا أو تلاتة سنتي من هنا؟ على الأقل إن ما كانش خمسة ومن فوق ومن تحت وبالزبط يعني كويس بيتم تثبتها على مكان معين في جدار البطن بإيه؟ أسباب كثيرة أو يعني طرق كثيرة لتثبتها ممكن إنها تتثبت طبعا في مدرسة بتقول إن ما تتثبتش وإن كان ده فيه نوع من المجاسفة إنها ما تتثبتش لأن ممكن يحصل لها تنقل أو مهاجرة لكن لما بنثبتها بنثبتها عادة بالخيوط فيه كلبسات جراحية للشبكة ما يسمى بالدبابيس ودي أنواع كثيرة وعديدة نعم ممكن إنها تثبت الشبكة تمام فيه طبعا طلع تقنية جميلة جدا وجديدة جدا حاجة زي صمغ طبي بيتحط عليها يلزقها في مكانها تمام لكن ما يحصل لاش ميجريشن هجرة بالضبط كده تبقى سبتة في مكانها تبقى سبتة في مكانها الشبكة يلزم وجودها أو أنها تتعمل مع كل عملية فتاء سري ولا في بعض الحياة ممكن ما احتاجش شبكة نادرا ما ما احتاجش نادرا آه مش معا لما ما احتاجش أحيانا بيبقى فيه أنواع من الفتأة تتطلب إن أنا أعمل معاها شد لجدار البطن جدار البطن نفسه يكون مترهل وضعيف ويحتاج إلى شده نعم شده قد يعني عند البعض التجميل جراح التجميل وهو فعلا بيؤدي في النهاية إلى جراح التجميل تمام لكن احنا من وجهة نظر طبية أو جراحية نعم احنا بنعملها الهدف آخر وإن كان النهاية برضو بيبقى شكل أفضل بيبقى شكل أفضل احنا في النهاية بتبقى الشكل أفضل لكن الهدف هناك هدف طبية لكن احنا بالنسبة لنا لدينا هدف آخر إن العضلات الداخلية يتم شدها تمام واحنا بنشدها بنلاقي إن الفتأة بقى حاجة صغيرة مع الشد تمام الجراحي أصبح الأصل فيهم هو التعامل بالشبكة وفي مناظر لا نستخدم الشبكة في مناظر دي قد تكون اختيار الجراح وقد يكون اختيار صح في بعض الأحيان خصوصا لو كان في شيء من المضاعفات قدامه خطورة يمثل خطورة على المريض لو حطيت شبكة وقد يكون هو مدرسته من المدرسة اللي هي المدرسة الأصلية أو الأديمة في الطب ودي موجودة ولزلت تؤدي دورها وهو بياخد الأنسجة الطبيعية ويقفل بيها مكان الفتأة تمام بدون الدخول في التفاصيل بتاعتها أنا مش بدخل في التفاصيل لو أنا بس إيه يعني لما يكون جالس مع حد زي حضرتك أنا بحول نفسي لمشاهد أو لمريض فبسمع وما يدور بزهني وإنت بتتكلم فرصة بالنسباني بقى أنت مش هتسبني يعني فأنا بس ألا أهلا نسألة أو أنا بكون يعني بنوب عن المريض في هذه المسألة طيب يعني إذن مش بالضرورة يعني الشبكة هي في الغالب الأعم لكن هناك ممكن بعض الحياة ما تستخدمش شبكة لو الفتاء وصل للكيس الصفر من جوة وتم العمل فيه بالمناظير أو بالجراحة التقليدية هل يحتاج لشبكة في هذه المنطقة ولا مش بالضرورة لازم يحتاج لشبكة لازم لابد من شبكة برضو علشان ما يحصلش ارتجاع بالضبط كده طيب يعني إحنا مشاهدين الكرام الحديث موصول حول موضوع إصلاح الفتء بالمنظار وطبعاً في الفترة الفتة لكلها الدكتور أحمد يحيا كان بيكلمنا عن يعني إيه فتء طبعاً حاضر معنا في اللقاء طيب الدكتور أحمد يحيا عبدالدائي مستشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بكلية طب الأصر عيني والمدرس مدرس الجراحة بكلية طب الأصر عيني في الحقيقة المخرج بيقول مش فاضل الوقت كثير فأنا عشان أدخل في طرق العلاج والمناظير وكلام ده كله هنحتاج تقريباً وقت كثير ولا أنت إيه رأي ساعات إيه قرر ليك على حسب الوقت يعني مثلاً لو قول فاضل بالنسبة لنا أقل من عشر دقيق فهل نتكلم عن الطرق العلاج والإصلاح ولا نؤجل لها لا ممكن نؤجلها وإن كان ندي نبذة بسيطة جداً ودي نخليها من خلال الصورة الأخيرة واللي قبلها ونبدأ نتكلم يعني أنا مجرد بس أن أنا أشوأ المشاهد عشان يعرف والتوعية مهمة إيه الفرق طيب أستاذ محمد عزة تخرجنا ممكن جداً الصورة لدخم كم يا دكتور أنا حابب بس أن أنا الصورة رقم 8 والصورة رقم 11 الصورة رقم 8 والصورة رقم 11 عايزين نبدأ ونشوف كده دي الصورة كام دي؟ الصورة رقم 8 دي دي 8 الصورة رقم 8 قد نلجأ لها اضطراراً دي الجراحة التقليدية دي الجراحة التقليدية ولكن المشكلة لو إحنا قدامنا الاختيارات ونلجأ لها من البداية أكيد مش هيكون ده الحل الأمثل نعم لو إحنا قدامنا سبب يخلينا نضطر إن إحنا نفتح جراحياً فمسوق له وشيء مبرر نعم طبعاً المريض حالته ما تستحملش الفتء أكبر بكتير من إن هو يتم التعامل معاه بأمان بالمنظار فقط نعم أو إن الوقت المريض وقت بريشوس وقت غالي غالي جداً نعم ما يقدرش إن إحنا ما عندوش إنه يقعد فترة طويل ما يقدرش إنه هو حالته ما تتحملش المنظار نحتاج إن إحنا نخش عجلاً نعم وإن كان برضو في التدخل العجل ممكن إن إحنا نخش بالمنظار ممكن لو إحنا بنخش للصورة دي النهائية نخش عليها اضطراراً الصورة اللي هي رقم 11 لا الصورة اللي قدامنا حضرك دلوقتي دي اللي هي الإصلاح التقليدي الكل بيعمله تمام فده أكيد هيكون اضطراراً مبرر لكن اختياراً وهو في إيدينا مش مبرر ما يتهقليش إن ده الحل الأمثل نعم لو بصنا الفرق نبص على الصورة رقم 11 11 أستاذ عزت حضرك شايف إيه؟ مش شايف غير إنسان طبيعي خالص والصورة طبيعية وكل الدنيا جميلة يعني ده حضرتك مريض صلح الفتئ بتاعه وده بعد 14 يوم مش أكتر من إصلاح الفتئ بالمنظار يعني طبعاً دي تتخارج من العملية يعني يعني 14 يوم وكأنه ما عملش حاجة بالزبط فهل إحنا خصوصاً عند السيدات هل إحنا مبرر لنا إن إحنا نلجأ للجراحة تقليدية تقليدية وإحنا قدامنا البديل نعم البديل الأجمل بصراحة البديل مش بس أجمل زي ما قلت لحضرك وبكرارها تاني بالنسبة للإنسان العادي دي بالنسبة له شكل مظهر صحيح لكن بالنسبة لنا إحنا كمان تعني أشياء أخرى داخلية وعميقة أمان مثلاً أمان جداً نعم هل إن أنا يبقى قدامي البطن بكل أغوارها شايفها وأعضاءها شايفها ومؤمنها إن أنا بتعامل وفق كده أحسن ولا إن أنا بتعامل من جرح ظاهرياً كبير وداخلياً ما بيورينيش غير الفيد بتاعه المجال بتاعه فقط نعم أكيد في فرق كبير في الأمان في فرق أكبر في التعامل مع الأنسجة إن أنا بتعامل مع الأنسجة إزاي هل أنا بتعامل مع الأنسجة دي من النطاق الضيق ولا من طاق كبير هل أنا الفتاحات الصغيرة اللي دخلت منها هتمثل للمريض مشكلة بعد كده في المستقبل ولا مش هتمثله ولو مثلتله هيبقى بنسبة قد إيه ومقارنة بجرحة أكبر هل هيبقى نفس المعطياء نفس النتائج أكيد هيبقى فيه فرق تمام وهو ده اللي إن شاء الله نناقشه في وقت أوسع طيب برضو بازال معنا وقت يعني حداك عايز تقول أن الجراحة بالمنذار هي أفيد للمريض من حيث المورفولوجي أو الشكل التشريحي بعد العملية وأفيد للطبيب باعتبار أنه هو شايف الدنيا كلها وكل أغوار البطن من خلال المنذار أو كاميرات المنذار من خلال اتساع البطن بالغاز والكلام ده كله وفي نفس الوقت لو وجد عايز تقول أن الطبيب ممكن لو وجد مشكلة من خلال المنذار ممكن يعالجه أثناء زي الجراحة أكيد ده بيحدث بيحدث طبعا وده الأفضل بيحدث إذا كانت شيء تستدعي التدخل الآن ده بيرجع لقرار الجراح وعلى حسب هو لقى إيه نعم لكن أنا عمري ما هعمل إصلاح لشيء ممكن يكون له علاج غير جراحي خصوصا لو المريض مش موافق لكن طبعا ده بيمكنني من أن أنا أبقى وافق من نفسي وعارف بالضبط أن ما فيش مشاكل مصاحبة لهذا الفتأ وأحيانا وإن كان يحدث على قلة لكن يحدث نعم طيب في كده بعض أسئلة بدرت في زهن الآل نقولها بطريقة البنج بونج سريعة متعلقة بالموضوع هل كل سيدة حامل معرضة لعملية الفتاء السر أو الإله دي؟ معرضة لها قبل الحمل وبعد الحمل معرضة أكيد يعني ده أكيد أي شيء يضعف جدار البطن أو يعمل عليه ستريتش أو يخليه متمدد متمدد قوي بزبط يمكن أنه يؤثر على العضلات وسائر الجدار ويعمل فيه ضعف ويعمل بالتالي فتاء تمام طيب بعد السيارات بتبقى حامل في طفل وبعدها يبقى حامل في اثنين أو ثلاثة ونسمع لغاية ستة أطفال هل هناك لما تكون في توقامة في الحمل هي أكثر عرضة للفتاء من لما يكون عرض الأطفال أقل أو الأجنة أقل؟ طبعا ده واحدة من الأسباب إن هي تكون حامل في توقام أو يكون جدار البطن بتاعها ضعيف أو يكون الحمل المتكرر أو الولادة المتكررة كل دي من الأسباب اللي تدعم إن الفتاء يكون النساء أكثر عرضة ليه هل من الممكن أن تكون هناك سيدة حامل في طفل أو اثنين أو ثلاثة ولا تعرض للفتاء؟ طبعا ممكن ممكن لكن احنا بنقول إن هي أكثر عرضة لكن مش لازم يحصلها تمام هل اللي هم عندهم سمنة مفرطة أكثر عرضة للفتاء؟ آه طبعا من غيرها؟ مع الأسف طبعا نعم لأن العضلات عندهم بتكون أبعف وبيكون وجود الترهولات والدهون آه داخل العضلات كمان بيحصل عمتا طبعا الكلام مع حضرتك ممتع جدا يا دكتور أحمد ألف شكرا والحديث معك شيخ أوي أوي ولكن احنا وقفين عند نقطة مهمة وهي طرق العلاج بالمناظر الجراحية فيما يتعلق بالفتاء السري أو الإيراتي مظبوط كده ولا أنا غلطة؟ تمام وهناك هل في مميزات أو عيوب كل ده إن شاء الله نتعرض له تفصيلا مع الدكتور أحمد يحي تمام يا دكتور؟ تمام مدرس بكل طب الأصر العيني شكرا لك يا دكتور أحمد شكرا يا أستاذ أحمد ربنا يا أحمد أهلا وسهلا بشكر حضرتك كتير وبشكر معدة البرنامج الأستاذة نورهان وبشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته